بداية مبارح قلت لكم احنا خلاص بالنسبة لنا كبرنامج قفلنا القصة بتاعة حسين الشحات والشيبي ومشان نخش في اي حاجات جانبية في هذا الامر لا يمين ولا شمال فقط فقط سأتحدث معكم عن بيان النادي الاهلي الرسمي اليوم بعد اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي والاجنة التخطيط بخصوص كثير من الموضوعات ومنها هذا الموضوع النادي الاهلي النهاردة اعلن عقوبة مغلزة على حسين الشحات العقوبة دي كان 500 الف جنيه نص مليون جنيه على هذه الوقع والنادي الاهلي تحدث بخصوص هذا الشأن وقال التالي تعال اعراركم البيان نصا عشان فيه كلام مهم جدا عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة اجتماعا زهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعدوية الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة والكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الاحداث المرفوضة شكلا وموضوعا التي جرت بملعب الدفاع الجوي بعد مباراة امس امس الاول ورغم ان النادي حقق ما تتمنى جماهيره هذا الموسم على صعيد البطلات التي شارك فيها وقدمه سما متميزا لكن هذا لن يكون مبررا للسماح بان يخرج اي من عناصر المنظومة عن الضوابط السابت لذلك تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الاول نصف مليون جنيه بعد الاغذة في الحزبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدرة منه وتناشد لجنة التقطيط الاتحاد المصري لكورت القدم ولجانه المختلفة وكذلك ربط الاندية المحترفة ضرورية مضاعفة الجهد والعمل على ارساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وكلها حاجات اللي ما تبقى يعني يعني النادي الاهلي اختص بيها اللجان المختلفة وكيفية تطورها ومنها لجنة الحكام المهم في الاخر يعني حسب معلوماتنا كان العقوبة المبدئية اللي اصدرها الكابتن سال عبد الحفيز مدير الكورة بناء على اختصاته كانت غرامة حسين الشحات 300 ألف جنيه واليوم تم تغليز هذه العقوبة وخلوها 500 ألف جنيه نص مليون جنيه ماشي هنا الاهلي عمل اللي عليه ويشكر تماما يعني الباقي برضو مش اتكلم عليه خلاص هنا الحكاية خلص زي ما اعطتكم مبارح انا مش اخش في المبالغات اللي احيانا بتحصل في كثير من الموضوعات وكفاية ان احنا نعرض لحضراتكم ما تم وما حدث بالامس واول امس